وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 511 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 66 طن كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال ضبط قضايا التهرب والتهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طن ترجمة نانسي قنقر